سأقوم بفيديو جديد عن الانتروبي المحتوى الحراري ربما سأقوم بشيء آخر لكن الآن فكرت على الأقل سأقوم بواحد جديد أريد أن أعطي فكرة واطحة عن الانتروبي أو المحتوى الحراري كمتغير حالة كلية لنكتب هذا حيث S وهي الانتروبي هي متغير حالة كلية S الانتروبي سأكتب كلي في خط أحمر عريض هو متغير حالة كلية macro micro state وأريد أن أؤكد أنني تحدث قليلا عنه في الفيديو السابق وعندئذ لم أكن محدد كما أريد الآن والسبب لقولي أنها كلية بسبب هناك إغراء قوي جدا للإشارة إلى أنها حالة جزائية وتتساءل هل لديها هل لديها انتروبي أعلى أو أقل من الأخرى على سبيل المثال حتى أنني قمت بهذا في الواقع سأرسمه كخط أكبر وأعرض إذن لديك هذا الصندوق وبداخله فاصل تعلمنا مع هذا عدة مرات لنرسم الفاصل هكذا حسناً إذن في البداية إذا كان هناك نظام حيث كل الجزائيات هنا هذا أول سيناريو كل الجزائيات هنا ومن ثم السيناريو الآخر درسنا أكثر هي أن نزيل الجدار أو الفاصل وعملياً حسبنا الانتروبي حسناً لنعمل نسخ واللسق هكذا أفضل وسنضع هذه بالجانب الأخرى هذا جيد حسناً لدي هذين الصندوقين وفي المرة الثانية أزلت الجدار سأزيله لنمسح الإجدار وقلنا حالما يصل النظام إلى التوازن مرة أخرى تذكر هذه متغيرات كلية مثل الضغط والحجم ودرجة الحرارة ومثلها الانتروبي هي تعرف وتحدد فقط في حالة التزان النظام إذن حالما يكون النظام متزن هذه الجسيمات هي أريد نفس عدد الجسيمات سأمسح بعض هذه الجسيمات لنحركهم سأختار البعض منها حسناً لنقوم لأخذ بعض الجزيات هنا سيكون لدينا أكثر لنعيد رسم هذا جسيمات جسيمات هذا 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8 سأمسح ما لدي هنا وسأجعلها بشكل وسأجعلها بشكل موزع أكثر إذن حالما أزيل الحائط ربما سيكون لدي 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 وسبب لقيام بكل هذا لأن هناك إغراء للقول أن هذه الحالة ما رسمته لك ما رسمته لك هو حالة عندما تأكدت من إزالة هذه الجسيمات ورسمته حالة جزائية هذه الحالة الجزائية في أي وقت يرسم لك جزائيات فما يرسم هو هذه الجزائيات والآن للتوضيح هذه الحالة الجزائية ليس لها انتروبي أكبر من هذه الحالة الجزائية في الواقع الحالات الجزائية لا يوجد فيها انتروبي أو محتوى حراري وهذا الانتروبي غير منطقية ما يمكن قوله هو النظام وهذه المرة سأرسم بدون جسيمات إذا كان لدي وعاء بهذا الحجم ويحتوي إذن لديه حجم إذن الحجم يساوي V1 ودرجة الحرارة هي T1 ولديه ثمان جزئات هذا لديه انتروبي مرتبط به وما يمكن قوله إذا كان لدينا حجم مضاعف للوعاء والذي قمنا به بعد إزالة الجدار الآن فجأة أصبح الحجم الضعف لV1 أصبح الحجم يساوي 2V1 ودرجة الحرارة متزال T1 ولأينا هذا قبل عدة فيديوهات وما يزال لدينا عدد الجسيمات نفسه أو عدد الجزئات نفسه والانتروبي لهذا النظام هو أعلى إذن الآن الانتروبي أعلى وأريد أن أوضح هذا لأنك لن ترى مرسومة هكذا الناس دائما يريدون رسم الجزئات الحقيقية لأن هذا يربك الموضوع عندما ترسم الجزئات الحقيقية سوف تظهر حالة الجسيمات على سبيل المثال هذا النظام إذا كان علينا قياس الحالة الجزئية له قد يكون هناك احتمال ضئيل جدا لكن كل الجزئات كل الثمان جزئات قد تكون هنا يعني يمكن أن تنتظر من كل الكون أن يأتي ويذهب ولن يحدث هذا لذا لا يمكن أن تعين الانتروبي لحالة معينة كل ما يمكن عمله هو تعينه لنظام معين أريد أن يكون هذا واضح حتى كنت قد تحدث عن الغرفة النظيفة والمتسخة وكل ذلك غرفة نظيفة مقابل غرفة متسخة مقابل ديرت روم والفكرة في هذا أن الانتروبي للغرفة غير معتمدة على النظافة الغرفة وعمليا يمكن إظهار هذه كحالات للغرفة وحتى أنها ليست حالات للغرفة لأن الغرفة عندما تكون نظيفة أو الغرفة ثابتة على المستوى الكلي فإنها ثابتة إذا كانت الكتب ملقى مثلا كما تعلمون في بعض الأحيان الناس ينظرون إلى المكتب والبطاقات مكدسة هكذا أو لو كانت كل البطاقات في حالة فوضوية هكذا فإن هذا لديه انتروبي عالي لديه انتروبي عالي هاي انتروبي يعني يمكن أن تعمل تشبيه لكن هذه ليست الحالة كلا هذين النظامين هي حالات كلية على سبيل المثال إنها ليست كما لو أن هذه البطاقات تهتز أكثر من هذه البطاقات هنا وليست كما لو أنها تتخذ هيئة أكثر من الهيئة التي تتخذها البطاقات هذه إذا عندما نتحدث على الانتروبي فأنت تحاول أن تأخذ متغير كل يصف على المستوى الجزئي والبطاقات نفسها ليست المستوى الجزئي لأنها لا تحتاز في أنحاء بشكل مستمر بسبب طاقتها الحركية أو أي أن كان إنها جزئيات البطاقات هي التي على المستوى الجزئي إذا كان لديك نفس الكتلة للبطاقات كما هي هنا وكلهما لها نفس درجة الحرارة الجزئيات في هذه البطاقات ستتخذ عدة حالات كما هو الحال في الجزئيات هنا إذا سيكون لها نفس الانتروبي الانتروبي هي متغير حالة كل أو دال على حالة كلية حيث يتخذها النظام وهنا أريد أن نظهر البطاقات كنظام وما يخمنا ليس عدد الأهيئات للبطاقات نفسها البطاقات لا تحتاز بشكل مستمر وثابت من شيء إلى آخر إنها على مستوى الذري أو المستوى الجزئي التي طالما نحن أعلى من الصفر المطلق وهو ما نحن دائما عليه الأشياء ستهتز في المحيط وبالشكل مستمر تتغير الحالة لها فمن المستحيل عندها قياس الحالة وبما أنه من المستحيل قياس الحالة فإننا نستخدم شيء كالانتروبي للقول ذلك الحالات هنا معني أن كل هذه الأشياء الإنتروبي إذا كان هنا طاقة داخلية أو إذا كنا ننظر إلى هذا إذا كان ضغط حجم أو حرارة أو حيث كل هذه إذا فكرت بها بطريقة معينة هي اختصرتها لحاجة إلى قياس واقع ما يفعله كل جزئي والانتروبي يمكن إظهره كاختصار يعني درجة الحرارة تدل على معدل الطاقة الحركية هذا يدل على كل الطاقة في داخله وتعلمون مدى تكرار الإصطدام للجزئيات ضد مساحة معينة هذا يدل في المتوسط من حيث نوع الجزئيات الأبعد الانتروبي هي نوع من يمكن إظهره كمتغير حالة وهو يدل على عدد الحالات كم عدد الحالات الجزئية التي تتخذها وأريد أن أوضح هذا لأنه في العادة شيء مربك في الغالب وللإشارة إلى حالة معينة وللقول أن هناك انتروبي لشيء أكبر من شيء آخر وإن هذه الحالة لها محتوى حراري أكبر من هذه هذه ليست الحالة هذا النظام له انتروبي أكثر من هذا النظام أكثر من هذا النصف الصندوق له حجم أكبر إذا كان لديه نفس درجة الحرارة من حجم أكبر عندها جسيماته لن تتخذ سيناريوهات أكثر محتملة عند أي لحظات زمنية على أي حال أتمنى أن هذا مفيدا أردت أن أوضح هذا لأنه مربك في غالب الأحيان إنه متغير للحالة الكلية لنظام حيث النظام مؤلف من جزئيات تتصادم وترتطم بشكل عشوائي في كل مليون جزء من ثانية تتغير حالتها من الصعب حتى قياس واحدة من الحالات الجزئية لا تستطيع أن تشير إلى الحالة الجزئية وتقول هذه لها أنتروبي أكثر من شيء آخر على أي حال أراكم لاحقاً